السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أصدقاء العزاء ومعكم عمر خواسمة اليوم يا جماعة المفاجأة كثير كبيرة جوجل جيميناي قسرت الأرقام من جديد وأطلق جيميناي 2.5 برو واللي هو آخر إصدار وآخر نموذج قبل مبارح نزل لكن حبيت أني أتأكد من إمكانياته قبل ما أحكي عنه وبصراحة انذهلت من التجارب واليوم زي ما أنتوا شايفين قدامكم هذا مثال من أول ضربة أو بسموها from single shot أنا قدرت أساوي هذا اللي هو monthly expense tracker اللي من خلاله أنا بقدر أدخل مصاريفي سواء الدخل والمصاريف تبعتي وأتبعها application بنا من أول طلب اللي من غير ما يعطيني أخطاء بصراحة جيميناي اليوم كسر كل الأرقام فخلينا نشوف مع بعض شو قدرت أبني إذا بتلاحظ هنا في عندي ال income أو الدخل طبعا هون طالع عندي المجموع تبع ال income تبعي وعندنا كمان total expenses اللي هي المصاريف طبعا هون عندي school والcar فخلينا نشوف مع بعض إذا بتلاحظ هنا في زائد وهون في ناقص فخلينا ندخل مثلا الوصف description هنا نحكي الراتب أو أيش مكان الدخل اللي جبته مثلا ألف وهنا حنحط عندي كل هدول التصنيفات حتى هو ضافهم من عنده فممكن نختار salary أو freelance أو invest رح أختار salary مثلا وندخل التاريخ نحط مثلا اليوم 27 فحنعملت add transaction اليوم ضاف اللي إياها وطبعا إذا بتلاحظ هنا في كمان عندنا expense analysis بيعطيك مثلا الشارد بالعادة كانت النماذج إذا كان الاصطناعي لما تطلب منها بالعادة بيفشله بالUI أو بالواجهة الأمامية بيكون نتيجة سيئة ومش حلوة وثانيا بيفشل بكثير الأمور إنها تكون functional يعني مش فعالة يمكن يسوي لك الواجهة حلوة ولكن مش شغالة لكن هذا من أول تجربة ولاحظ هنا edit عندي شغالة إذا كبست عليها بيجيب لي إياهم هنا بقدر أعدل على car خليها مثلا بدل 100 حطها 150 update عمل لي update وبقدر أعمل delete لوحدة من هدول وبيتعدل عندي expense أو المصاري الآن إذا بنضيف expenses مثلا نحط أي إشي من العشرين إيش مكان food حنضيف expense عندنا هون لو بدي أضيف كمان وحدة حطها expense مثلا عم بجرب هون shopping add 100% معناته وهي شغال expense analysis كمان فالليكم معاي خلينا نراجع مع بعض النموذج ونشوف إمكانياته طبعا لو رحنا على الموقع ونشوف المقال الرئيسي لجوجل gemini 2.5 اللي هو أذكى ذكاء إصطناعي أو نموذج ذكاء إصطناعي أطلقوا لحد الآن طبعا هو يعني لوحة فنية في هذا المجال طبعا الpenchmark رقم واحد طلع في الم arena طبعا إذا بنا نشوف هاي الم arena لو نكبس هنا ونشوف عنا leader dashboard هاي اللي بتفرجيك مثلا إيش في صباق ما بين الذكاء الإصطناعي والنماذج كلياتهم رح يطلع معاك الجيميناي 2.5 برو أحسن من الجروك 3 أحسن من الجي بي تي 4.5 ومن ومن وحتى من وحتى من وال 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 كوين كمان في موقع إذا شفته مرة طلعت فيه بث راجعنا فيه نماذج الذكاء الإصطناعي طبعا هنا بيعطيك زي ما تحكي اختبار بتحط أنت البرومت تبعتك وبصير يقارن لك يخلي نموذج يجعين الذكاء الإصطناعي يجاوب على السؤال تبعك وبالآخر أنت بتصوت النتيجة وبتشوف مين أحسن يعني اليمين والعشمال بعدين بكشف لك عن هوية النموذج الذكاء الإصطناعي ما وراء هذا الجواب فكان طبعا هذا تصويت عادل أنك اليوم ما بتكون عارف شو النموذج هذا الموقع اختصاصه فقط للمقارنة بالنماذج يخلي الناس بتعطي تغذية راجعة للتجربة وهونا إذا من روح على راح نلاقي عنا الجيميناي 2.5 برو الآن صار مركز الثاني طبعا هذا أنت متخيل خلال يعني خلال يومين كان واصل لهذا المستوى والآن بس الناس تعرف عن هذا الموقع وتختبر أكثر وأكثر وتدخل أدخل وجرب أنا سويت تجار وطلع معاي جيميناي كان دائما بفوز في التحدي طبعا هنا بس شرح سريع شو فكرة هذا الموقع إذا بنكبس الآن مثلا ستيكي نود سويب أبليكيشن ببلش يبني ليا نموذجين يمين وشمال طبعا هنا ما رح تلاقي اسم النموذج ولا هذا الاسم لغاية ما يخلص الاختبار بعدين يحكي لك يلا قيم لي يمين ولا شمال بس تختار مين اللي أحسن ونتيجته يعني الآن اللي عشمال بلش يجاوب فاللي عشمال مبدئيا كسرعة أحسن من العليمين لكن النتيجة كمان بتهمنا مين بيجاوب أحسن فخلينا نعمل نصبر ونشوف النتيجة فهنا من لاحظ عنا خلص واليمين ما قدر يرجع لجواب اللي عشمال جاوب وصراحة النتيجة يبدو إنها حلوة مثلا هون انشاء فيديو مثلا خلينا نشوف تشتغل 100% اشتغلت في عنا edit وفي عنا delete بقدر أضيف كمان هون سيارة مثلا نعمل عكس 100% لو عمل ادل راح يطلع لنا النتيجة فهاي هي الويب ارينا اللي هي بتختبر انت ما بين نموذجين بعدين بتصوت من تحت إذا بتلاحظ هون يعني اليمين أحسن ولا الشمال أحسن أو انهم متكافئين أو الثانين سيئات فأنا راح أحط اللي عشمال صحيح أو أحسن فطلعني طبعا هون جيمين اي 2.0 كل مرة بتختبر فيه نيو شات بيعطي كمان نموذجين جداد بيختبر مبناتهم فرح تلاحظ دايما انه اللي بفوز معاك مع التجارب الأكثر وأكثر هذا الاشي خلال يوم تقريبا يا جماعة كان هنا في رقم 2 فالآن راح نختبر هذا نموذج نحكي عنه أكثر إذا بتنزل كمان هنا في ورقة العمل تبعتهم راح يفرجيك انه بكل اشي هو تفوق بكل النماذج حرفيا عندك هنا اللي هو زي اختبار البني آدم 18.8% خيل مقارنة مع OpenAI 03 Mini كان 14 فالقفز رهيب جدا وحتى OpenAI 4.5 طلع 6.4 هات 18.8 يعني هيرقد ايش كسر 3.7 سونيت اللي كنت اعتقد انه الاقوى اذا بتلاحظ هنا دائما رقم واحد كان على كل حال في كل المجالات تفوق هنا 84 اعلى اشي 79 هنا 86 80 اعلى اشي كان 86 5 7 92 87 يعني بس باللايف كود يعني فريق بسيط ما بين وبين وما بين وبين الجروك 3 بيتا لايف كود هذا حكينا عنه ايدر اه 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 بشكل عام كسر الارقام انا اختصرت لكم بعد النقاط الرئيسية في هذا النموذج طبعا هو يعني خلينا نركز على ايش هو النموذج هذا بشكل عام اه هو احدث نموذج الركاس صناعي من جوجل يتميز بقدرة متقدمة في التفكير والتحليل تمام اللي هي وحل المشكلة المعقدة تفكير العميق وتحليل بيانات دعم متعدد الانماط مثل النصوص والصور والفيديو تحسين الاداة في البرمجة والرياضيات نتائج متميزة في اختبارات الرياضيات والبرمجة القدرة على الفهم مشاكل معقدة ومعالجتها بكفاءة عالية اهم نقطة من هدولة انه هو بيفكر قبل ما يجاو وبيقدر يفكر بشكل عميق اللي هو بسموه الديب مين الان رح نروح ونعمل اختبار لهذا النموذج ونشوف امكانياته كيف على ارض الواقع رح نطيم ممكن تختاره من القائمة هاي تتأكد تختار جميناي 2.5 برو هذا هو اخر نموذج ونموذج خيالي طبعا للتنبيه بس مراجعة سريعة في نموذج قبل طلعه الهو اخر واحد كان قبل 2.5 الا وهو 2.0 flash image generation هذا مختص بانشاء الصور صراحة هذا له مراجعة خاصة الان خلينا على 2.5 برو بتقدر تختاره من هون وتبلش تحكي معاه الان بس بدي أرجيكم امثلة انا اختبرتها وكانت النتائج جدا مذهلة فهنا اعطيته صورة لطقس طبعا هاي فيها اللي هي الاعاصير او تحركات الاعصار وسألته هنا انه ايش الحدث الرئيسي في هاي الصورة وايش الحالة اللي كانت لها فاهم هاي الصورة طبعا هون جاوب ني على شكل فكر مشي بالخطوات طبعا هاي التفكير هنا رائع جدا راح يتفرجيك انه كيف هو عم بي قسم المشكلة اول اشي الهدف الرئيسي من طلبي وبعدين حدد هنا النقاط الرئيسية وبعدين حل للصورة شو كيف طريقة خطوات بالتفكير رائعة جدا بعدين وهذا الحكي انا بنصح انك لو دائما تحصل على جواب هو بالعادة بيكون هاي مسكرة بنصحك انك تحاول تقرأ الثوتس او التفكير تبعه عشان تقوي انت طريقة المنطق عندك وتصير تفهم اكثر كيف الذكار صناع بفك بعدين التواريخ الموجود في الصورة وبالنهاية كمان وعطاك النتائج زي ما انت طلبتها على شكل bullet points وعطاك اكثر وقت كان فيه تأثير لهاي العاصير بأي تباريخ هريكان اي دي اي اسمه بالالفين واحد وعشرين وبعدين هذا وبعدين اللي هو باوغست يقدر يفهم التقص كمان اكتبرته اختبار ثاني وكثير قوي اخذت سكرينشوت تمام من موقع اسمه ويندي هذا الموقع يعطيك خارطة live على زي google maps لكنه هاي خارطة الطقس فممكن تختار من هنا weather radar او satellite او ممكن هنا هاي بشوف رجيك الرياح ممكن تشوف الاعاصير rain and thunders الويفز اللي هي امواج البحر معطيك كل اشي هريكان تراكر كمان اذا بدك تشوف الاعاصير هاي ممكن تستفيد وتصير انت محلل الطقس فاليوم انا جربت هذا الايش صراحة من اكثر الاشياء المعقدة بحسها هاي الخرائط حكيت له هل تصري لانك تتنبأ المطر والراعة بناء على هذه الخارطة طبعا بلش يفكر ويعطاني تفكير عميق جدا حلل لك حسب المناطق اوروبا افريكا ايجيا امريكا المحيطات اعطاني او الرؤية انه يفهم الصور ويحللها ويعطيك نتائج جدا مرعب بس كلمتين من السؤال والصورة اعطاني الان تحليل طقس جو ممكن الان شركات اللي تشتغل في مجال اختص في مجال اللي هو الطقس الجو ممكن يستعينوا بذكال الصناعي ويساعدهم كثير في تحليل الطقس المتوقع الان رح نيجي طبعا هاي ل عشان يساعد الناس انه يستفيدوا من الاشياء حتى يعطيك وصفات شهية طبعا كثير طلب معقد وفيه تفاصيل كبيرة فزي ما تشايفين الان بلش يكتب لي وسريع خلص بسرعة بصراحة وبلش يجاوب الان هو يعطيني الكود بالجافا سكريبت تمام وبعدها يعطيني تكسيمته سريع كثير وكود كثير طويل اللي يكتبه جو الشاب فهن نستنى ونجرب النتيجة طبعا يا جماعة خلص وانا جهزت الفولدر حطيت فيه كل الاكواد طبعا في ملاحظة مهمة جدا انك بتقدر اليوم هذي ميزة جديدة ضايفينها انك تكبس تاونلود هون بينحمل لك الملف كامل زي ما هو يعني مش بس تعمل كوبية وتنشئ انت ملف لكن انتبه على شغلة لانه ما شفت حدا شرحها الا وهي انه بنزلك الملف مش بالاسم الملف تبعه يعني هون مثلا js backslash script dot js انت لازم تأكد انك تحط بفولدر اسمه js جو المشروع وتسميه script dot js هون نزل عندي core المشروع index dot html رح يفتح معنا index dot html الان رح نحكي له مثلا egg cheese تمام هاي المكونات اللي عندي طبعا هنا بناتهم فاصلة الان ممكن لو حطينا هون egg جاب لي اي وصفات فيها البيض فهون عندك خليني بس ازوي ملكم شوية المكونات egg milk وبتر يعني لو مثلا حطينا الملك لو حطينا كمان اللي هو الزبدة اوكي زادوا جابين لك الاشياء اللي فيها زبدة وفيها بيض بثرا واحدة من المكونات فبشكل عام بشغال بس ضايل عليك انك تضيف انت صور فالتصميم حلو وهون في results بس مش عارف لايش حطي لك copyrights الالوان حلوة في خلل في الروابط اللي عم بين شيئها بس بشكل عام عملي المشروع تبعي فهذه يا جماعة التجربة وتمنى يكونوا استمتعتوا من الفيديو وتعطوني رأيكم بالكومنت ايش رأيكم بهذا اقوى نموذج دكاء الصناعي لحد الان بهاي اللحظة وبالمناسبة يا جماعة فيديو هاتي الان بتقدروا تبعتوا عليها دعم اذا بتروح هنا وبتحضر الفيديو تبعي في تحت كبسة اسمها تكبس عليها وبتبعت وتقدر تحدد المبلغ الدعم اللي انت حاب تبعته حتى نظل نستمرين وشكرا لكل حدا موجود على قناتي شكرا عليكم السلام عليكم